السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اول حاجة هنا انا خدمت واحد للجهة لكي لا تطول شي لكم لاسقط القطع وخدمت الجويب لانه يشد الخدمة شوية ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته نحاول تبت القطع ديالي بجيني نفس القياس على هاد الشكل وغادي نعاود صبي كجمل الفق كنطيح الخياطة بغايتو تمشيوا على الحرف كتمشيوا بغايتو تمشيوا عبارة نسل سنتيم سيرو كيبقى لكم الاختيار غير هو نفس القياس اللي بديتو به كتكملوا به على هاد الشكل سوف نحضر الجيب بجميع التفاصيل ديالا ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته سهل سوف ترقزه كما لاحظو انا فصلت معكم اعطيتكم القياسات في الفيديو السابق اللي بقي ما شفتوش تمشي تشوفو كناخد القيات عادية الجيب مع القيات عادية الباسبول بالنسبة ل القيات عادية الباسبول رفيها 4 سنتيم كنخيطوا سنتيم ديالا وقنى 3 سنتيم اضع القطعة الامام اضع القياس اضع القياس اضع القياس اضع القياس حفيفة اضع القياس نrot تركبها بمقلوب اتمنى تبعوا الطريقة تخيطوها لاحظوا معي سوف نحسب المسافة مسافة ضرورية 3 سنتيم 4 سنتيم ثم سوف نحصل 3 سنتيم نحاول نحصل على 14 سنتيم 3 سنتيم نحصل على 3 سنتيم والخط نضع المسافة بالتحضر ثم سوف نحصل نحصل على ثانيا ثم سوف نحصل على التراسج نضيف القياس نضيف القياس نضيف القياس نضيف القياس نضيف القياس نضيف القياس نصل إلى المرحلة الثانية المسافة سوف نتراسيها في الواسط 3 سنتيم سوف نقسمها على جوج البنات أن ندرك لكم هذه الطريقة كمبتدئين أما الذي سوف تخيط سوف تدوز المقص في الواسط سنتيم و نصف من الجهة و سنتيم و نصف من الجهة من الفوق و نجي و نجي 1 سنتيم نقوم بها على شكل المثلات لنصف من الجهة لنقوم بتحديد المقص و نصف من الجهة لنقوم بها على شكل المثلة باستطيع و نقوم بها فهي مقص لاحظوا معايا كنقطع الموتلات اللي يدرت حتى كنوصل البلاسة الكرانة وصلوا حتى للجنب ديال الخياطة إلا ما وصلتوش للجنب الخياطة خليتو غير واحد شوية راح تجيب ما غديش يجيكم مقد حاولوا تقطعوا بالمقص مرحلة مهمة حتى توصلوا للنقطة اللي كرانيتو فيها وإن شاء الله هتجيب هذا راح نديلكم في فيديو خاص تطبيق على القوماش فقط حتى كنوصل البلاسة اللي درت فيها لغتمو ديال الخياطة ديال اللولة سوف نقلب الجنب ديال للداخل لاحظوا معايا نحاول نتبته حتى ياخذ الشكل دياله أو القياس اللي بقالي اللي ما تفرجتش في الفيديو ديال الفصالة ترجع نتفرج فيه يردلنا الطريقة ديال القياسات ديال الباسبولة وديال الجيب والطريقة كيفاش كان نتراسي وعلى الوجه ديال ديال الجلبة ديالنا أو المنطوق وذك الشي اللي غدي تخدمو فيه سوف يلاحظوا اللي بناتب هات الشكل كانت تبتو كان أخذ ديال الموتلات بحال هكا نحاول أنني نتبتو بالبانجا بالفصالة لنقوم بإمكانك الموتلات نخيطه نخيطه نخيط غير الجيب اللي لصقت الأول المثلث مع الباسبولة والجيب الجيب الثاني اللي لصقناه ما كنقصوش في الخياطة إذا نمشي نحتى لصقناه غادي تسد لنا الجيب وغادي نكونو ضيعناه لاحظو معايا حاولت اني نتقل لكم فيديو غير باش فهموا لاحظو هاد لسان هذا نخيطه ونخيطه مع الجيب ديالي التحتاني ما كنقصوش لقيت على الأخرى اللي خدمناها الأخيرة تمنى يكون واضح لكم وأي تساؤل مرحبا نحاول اني نتبتو حتى لقى ذاك القياس اللي بغيت أنا في الباسبولة ما يجينيش مكمش ما يجينيش واسع طفي وعد كنخدم ذاك المثلث ديالي بهذه الطريقة بغيتو تتراسيوه وعدك تتخدمه سهلا تغير تطبيق الأول ثاني را غادي تقدروا تتخدمه صافي كي يكون هذا هو الجيب ديالي كي يجيي على هات الشكل لاحظو راهجام قاد ما في حتش يديفو كي يجيب القيطعة الثانية ونميلها ما كان نخيطهاش مني كان بغيتو ندوز السوبيكاج على الجيب ديالي القيطعة اللي خدمنا الاخيرة ما كان نخدمهاش كان نميلها اللي هي إلا مشيت حتى خيط بها الطريقة هذي وكنت ذاك القيطعة هابطة غادي تسد لي الجيب نميلوها وكندوزوا السوبيكاج ديالنا بها الطريقة نحبسو وعاد نجيبو القيطعة اللي اللي ميناها وعاد دك الساعة نجمعو الجيب ديالنا عاد ندوزو عليها هي الخياطة من الفوق واضح لاحظو عاد رجعناها البلاسة التحتانية وعاد غادي ندوزو الخياطة بالنسبة للزاوية ديالتصوير كانت بعيدة شوية سافي هنا يدبا غادي ندوز بالخياطة والجيب ديالي غادي نلسقه كله غادي ندوز عليه بالخياطة وهناك نكون وصلنا لمرحلة الأخيرة ديال خياطة ديال الجيب تحفيزات ديالكم باش نبقوا دائما نحط لكم الجديد ونحط لكم الدروس ما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناة والاعجاب سافي كان هذا هو الجويب ديالي على هات الشكل كانت وما من هنا تسد سافي لاحظوا البنات الدبع غادي نجي نخيط ديك ستاة سنتيم اللي خليت لاحظوا الكران اللي كراني تركها تنفعني كان نجي وكننخدم بالمقلوب على هات الشكل وعد كان نرجع النقلة بالقاطعة ديالي لاحظوا كان طويب ثلاثة سنتيم على ثلاثة سنتيم هي ستاة سنتيم اللي خلينا ياللي كرقبو فيها الصداف وكيجبنا فيها الفتيحات كان حاول نحيط ذكاة زوائد اللي عندي باش ميجوش معين كشين في الخياطة وكننرجع نقلب القيطعة ديالي على هات الشكل لاحظوا معايا انا عندي هات السكاي هدا في الكحل ما يمكنش لي الخيطو بالقري وانا خدامه بالقري كان حاول نبدل الخيط دياليالي نبدل الخيط في ذكا غير في ذكا القيطعة هاتيك اللي غادي نخدمها بلكحل غاردو البل هاد المسألة ما يجيكم وش خدمة ما زويناش يجيكم لا فينيشو لكم نخدمها مزيعنا سافي كان نخدم هاد البارتية هاتي باللول الاسود وكان رجع نغير غير الكانت بنسبة لخيط الفوق عني غير خليوه مشي مشكل بالنسبة لها الجلد اللي كان خدم بها البنات سولوني إليه قالوا لينا نوع بالنسبة للنوع ديال هات السكاي هدا ديال ليمونطو ما خدمتش أنا بسكاي اللي كي يغلفو بيه ولا كي يخدموه في اللي طبي ديال طوموبيلات هاد الجلد هدا خاص بالخياطة نوعية جيدة ما تخافوش منه يتقشار ولا يخسر ليكم كاتمشي راه راه باين من كاتمشي تاخذي سكاي راه كي يباليك آآ النوع دياله أنا ما عندي شي مضبوطة ولكن راه كي يكون باين كي يكون هو مغلف من الداخل رفيه بحال شكل ديال بحال شكل ديال بحال شكل ديال لاواط من الداخل وعليه التغليفة من الفوق سافي البنات كي ما لحته هبطت بالخياطة ديالي ثلاثة سنتيم حتى الاسفل نفس الطريقة هاد نديرها الجهة الثانية ثلاثة سنتيم سافي دبا هاد نمنطي البياسة باش نخدم معكم القب بنات انا راه في بيس ديال لافينيسيو كتلقاني كان خيط كان قول ان ننصر بالفيديو باش منطورش عليكم ولكن ضروري كي بلية شي خط سافي بنات هنا هاد نلسق الكتاف نحط الوجه على الوجه وكان مشي سانسيم ديال الخياطة باش نلسق الكتاف نحط الوجه على الوجه وكان مشي سانسيم ديال الخياطة ما يحتاج سافي نلسق الكتاف لا تشكل دائما لاغي طموص الخياطة ديالي باش ما تتحلش سافي وغادي نلسق القب البنات بالنسبة لفينيسيو القب فهي مهمة جدا لاحظو حولوها القطعة هذه تجيكم مقادة بالنسبة للقب عندنا القب مغلف نضرب الخياطة على القب كله سانتيم ديال الخياطة قب راني فصلتوا كما قلت لكم اللي ما شفتش الفيديو وبغا تتعرف الطريقة الفصالة تمشي للفيديو اللي قبل هذا نفس طريقة القب الثاني كنخدم الوجه للوجه هادي بحالة غاتخدمي القب عادي كتطرقي القب ديالك كنلو علش طرقناها بها الطريقة حيتاش غايجينا مغلفك كنما غنغلفوش رغا نخدموا واحد جيهة تقريبا حتى المنتصف وكنا نرجع نقلبوه باش كي يجينا مفيني ان شاء الله نشاركها معكم حتى هي صافي دباء غادي نجيب سكاي باش كنخدم به من بعد غا نجيب القب وغادي ندخله في القب الاخر كندير الوجه مع الوجه وغادي نتبته بالبانغا باش ناخد نفس القياس وعد غادي نبدال الخياطة ملقن تلاحظو كي غادي ندير غادي نجيب دك القيطعات السكاي وغادي نطويها على جوج وغادي نحطها على الوجه ودباء غادي نخدم على الظهر كندخل دك السكاي كنخلي الله سنتيم ديال الخياطة لاحظو معي كتجي لفينيسيو ديال القب زوين وكيجي واحد المنظر اللي هو زوين خريطات ملقن ملقن تقدروا ملقن إذا كنتوا غادي ندخلوا ملقن مثال أغير الجلد سوف نكمل الخياطات طريقة سهلة وفي نفس الوقت تجيز وينة بالنسبة للناس اللي كيتفرجوا في القناة وبغاوا اي موضيل مثلا راني كان ندير التوصيل إلا بغا تشيو حدا شي بياسة ولا جوج بياسات راني كان خدمهم تغير تسكاني وتصيف طليا ونخدمها لها مرحبا وسهلا لاحظوا معي هنا يكن قلب القب لها الشكل يكون هذا هو الشكل لاحظوا البنات وكما قد لكم تقدروا تخدموه بتوب بآخر سوف نتبط الخياطة باش كان نعاس تلك الخدمة كان مشي سنتيم الخياطة او نص سنتيم دائما كان كلها لكم أنا كان نخدمه وانا كان نخليش القب مكمش وكان نرد البلحة تحت ديال القب ديالي باش كي يجيني القب مفيني وكي يجيني خدمان فيني بالنسبة للبنات اللي كيتعلمون بتاديئات لبنات راه ها تشيو واحد ما خلق معلم راه الممارسة وتطبيق راه هي اللي كتخلي الإنسان يتعلم هذا هو القب ديالي سوف نلصقه مع الجلبة ديالنا او مع المونطو ديالنا سوف نحضر البنات الوجه ديال التوب مع الوجه ديال القب القب برادة بهذه القب هذا عنده جوجوجوه بحال بحال غير جلبة اخوضوا هالطريقة هذي كي يجي القب من فيني ما غديش نخدمه بالطريقة اللي كنخدمه بها الجلبة بالترسان ولا بالنسبة للعصري ولا القب ونخدمه بها الطريقة هذي كي يجينا القب من فيني لاحظوا معي الوجه ديال القب مع الوجه ديال الجلبة ديالنا وكان مشيو سنتيم دخياطة على هذي الشكل وقبل ما تبدو الخدمة ضروري انكم تقيسوا القب ديالكو واش نفس القياس وانه متزادة سيقومون بالطريقة نجي اخرى وعلى حاشية ديال المونتو ديالنا كنا نخلوه وش سنتيم ولا شي قياس غير هنا نجي لكم تصوير بعيد انا شرحت لكم راقم يمكن مشيو ونفصلك باش كان قلبو الخياطة ديالنا الداخل سيضوا البنات كان نجيو وكنه نحييذ هذي الزوائد اللي بقاولي سيضربني بنات날 ناني مشيت على السورجي ولكن راح نحييذ وكنه نخلي غير قياس ديال الخياطة حتيات المكينة اضيفك الزيادة قلب القب اكمل تقطاع حتى الاخر و نخيط القب للداخل نرجع و نقوم باستخدام خياطة مقلوب سوف نخيط لداخل المونتو سوف نتبط الخدمة ونجعل شيئا جيدا لداخل المونتو كما لاحظت سوف نتبط الخدمة نتمنى ان الطريقة تكون واضحة لكم والصورة كتشرح راسها نفسها لاحظوا البنات هنا كماشتوا سوف نتمكن من الملزة بنامج من واضحة الوجه الجلبة نتبذ الخدمة إذا لم تكن في وضع لكم دعوا ليها في كومنتر ونحاول أن نعودها معكم في موضيل آخر سوف نرى في بداية الفيديو وحاولت أن نقرب لكم لفينيسيو كما لاحظت لفينيسيو من الداخل ومن الخارج هذا هو الفيديو اليوم حاولت أنني نطبق معكم الباسبول لكي تعرفوا الطريقة الخياطة والقاطعة والجهتين وطبقت معكم القب هذا هو المهم في الفيديو كله اما المونتج لطريقة عادية كالسقو وليمونش ونحبتوه بالمونتج من رأس الكم حتى الآخر كالسقو نعود أن نتبق بالخياطة من الجهة الفوقانية على هذا الشكل هذه المرحلة الأخيرة في القبر ترجمة نانسي قنقر هنا سوف نسلل الخياطة لقد أصبح خياطة من الجهة من الجهة سوف يكون لغير المونتج البيسة ونوصلنا لنهاية الفيديو شكرا لكم على المتابعة ولي بقي ما اشتركت في القناة تشارك لا تنسونك من الإعجاب ومن كومنتر زويني وفيديو آخر إن شاء الله